لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهله وسهلا بكم في أكاديمية ملتقى الدارين لتعليم عم مجاني عن بعض اليوم نستكمل دروس ICD Skills and Working on Linux الدرس الرابع من الباب الأول الخاص بشارة Linux Essentials لاب متكامل عن كيفية العمل بالواجهة الرسومية نستكمل بعض البرامج الأساسية في فيديو آخر نتكلم عن الواجهة أحاليا نستخدم Linux Mint XFCE هنا الدسكتوب الخلفية لكل يعرف هنا اللغة هنا كروة النيتورك هنا الصوت هنا الأبديتس الساعة والتاريخ تمام؟ هنا أيضا هنا النوارة المفتوحة تصغير بهذا الشكل هنا بعض البرامج التبتة وهي PIN يعني ليست متبتة أقصد كإنستوليشن هي أريد كفيفورت مثل اللي حاسب هنا ثم قائمة هنا Start Menu تمام؟ هنا نقول هنا Meet Menu هنا Search هنا الأقسام الخاصة ببرامج تمام؟ الأقسام هنا All جميع الأقسام هنا Accessories أشياء أساسية مثل Archive Manager الحاسبة Document Viewer File Manager Phone Viewer Help لأولد المساعدة هنا أشياء المساعدة عن Next Mint مثلا سنأتي إليها برامج خاصة بالGraphic برامج خاصة بالإنترنت برامج خاصة بالملتاميديو مشهر الصوت محرورة الصوت إلى آخره ناسح الأقراص مثلا أشياء خاصة بالمكتب دي الخاصة بالOffice والجداور والعروض نتعلم بعضها إن شاء الله وستيتيك بمثابة لوحة التحكم تمام؟ وهنا System أيضا يتبع لوحة التحكم هذا بالنسبة للواجهة إيقاف تشغيل إيقاف تشغيل إعادة التشغيل يعني إعادة التشغيل يعني أنا أكرر نفس الجملة كشارح مسيحة نفس المعنى تبدل المستخدم يعني لو أنا داخل بمستخدم معين أريد أن أبدل لي خالد دون تشغيل الخروج تمام؟ Suspend Hibernate Sleep Leave موجودة أيضا على البرنات Shutdown تسجيل خروج ودخول بمستخدم أخر موصفات جاهزة حسب الداكرة وهو لها Command Line لها أوامر لأن اليوم واجهة في XFCE لقيت شيء واضح بشكل كامل بس نزلت على XFCE يطلق عليه Hard Info في INX مجموعة الواجئة أخرى Hard Info كليك هنا في Setting بعد ما تبعته ممكن تبعته بالإنترنت أخير في هو أوكي System Profile كذلك هنا يضر لك بيانات جميع الجهاز بشكل كامل كبروسيسر كبروسيستم كارن المولد الكثير الكثير هنا كل هذه القطع لديك معنى ما تعالنا بشكل مفصل تمام في لينكس الميت واجهة الميت ممكن تذهب الى system monitor من السيستم عفوني من السيستم هنا اوكي تجد المواصفات هناك الرام كام من نسخة نظام كالواس حاليا لا يوجد فيها هنا تمام وراقب النظام التي فتحتها الان من القائمة ثم الى system ثم افتح task manager تمام وراقب النظام وراقب المموري كم يأخذ الان تمام تاسك هنا 207 اسماءها تمام البي اي دي خاص بها لو صغر هكذا اه تمام تمام افتح تمام 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 قريب تمام افتح تمام فقط فكرة لا تستطيع أن نجعل أمامنا الآن الساعة التاريخ يسهل جداً من هنا هذا الساعة التاريخ تقلق Properties تستطيع تغيير Format Day and Time تمام الصوت أيضاً من هنا تقلق الصوت Sound Settings تستطيع مثلاً تمس بعض الأصوات التي تلوك في أكثر من برنامج Playback هنا Recording Output Device إذا أكثر من سمع تستطيع تحكم بها من هنا Stata ما يستطيع في هذه الأمور نفس الواجهات الأخرى سنشرح واجهة واحدة في هذه الدورة الواجهات الأخرى شبيهة بالموضوع Input Device استطيع تغيير المايك لو رفعت هذا مايك الآن سيصبح أعلى لكن لا أريد أن يسجل إذا كان هناك مايك آخر تستطيع تختيار من هنا تمام تمام دقة الشاشة تمام حسنا حسنا أعفوا أن تضغط الشاشة هنا في System Setting ثم ذهب إلى Disability بس أنا أريد أن أدخل إلى شيء أسهل بكثير من هذا الموضوع هنا System Setting يجب أن أضغط مدفع هنا أشياء خاصة أشياء خاصة ونصف ويندوز وفانيل فائل مانجر ودفع أضغط مدفع أضغط مدفع وإستطيع الآن مدفع بسولة الوصول. درايفر ماناجر. لغة. لوجين. آآ. سوفتوير ماناجر. سنأتي إليها. تمام. ثم system editor هنا. تمام. آآ نعود ل. اوكي. بوبرتس. ستغير. من هنا. تايم ان ديت سيتيج. ان لوك. سأعيد الخطة مرة أخرى. عملنا. رأي تكليك. على الساعة. بوبرتس. تمام. آآ. عنفهم ليس هذه الساعة بصممها. الساعة الأصلية هنا من النظام. رأي تكليك. بوبرتس. تايم ان ديت سيتيج. تمام. اللوك. اللي كتستيج تعديل. سيطلب من لك. باسفورد روت. او باسفورد ليوز. اللون دي. صلاحة روت. تغير. على لده. تريبوني. كونفوكريشن. التايم. الاخري. سهل جدا. نفس فكرة في. الواجهات الأخرى. layout. formatting. كيف تريد. فرمات الوقت. انا عمله بالدخاء والتواني وPM. نظام نارش الساعة. حيث اعرف المساء. اريد ساعة اللي هي سترة سبعتاش. اريد ان تكون الساعة عربة. بم. حالة نسبة لدقة الشاشة. دقة الساعة والتاريخ. الصوت. مراقب النظام. معنا في موصلة طبعا طيق برنامج. طبعا في سطر امر تعرف النظام. اقاب تشغيل والواجهة بشكل عام. استكشفة من نفسك. انا حاولي تشرح بسرعة ليس اذاقة تفاصيل. بعض الاشياء يعني كانت اه غير مألوفة لدي لانه قليل نادر امر الواجهة بشكل كبير. اه. بتفاصيلة دقيقة. اه. خلفية ستحن بك تبيري بسيطة جدا زي في الوندوز. رأي تكليك. ديسك توب ستنك هنا. تمام. فهي تضر لك الخلفية. تستطيع اختيار لون معين. تستطيع تغيير اكتر من الخلفية لو اخترتها مع بعضها من هنا من الوقت. تمام. هنا ستايل. هل هي زوم. هل هي في السنتر. الى الخيري. تستطيع تغيير اختيار خلفية معينة من ملف اخر. تمام. فالصورة التي تريدها يعني تستطيع عمل اد. نفس فيك الفاجئة الاخرى. هنا بعض الامور في المينيوز. اه. بعض الامور عن الايكون. مثلا لو اردت مثلا اظهار ايكون سطح مكتب. في موضوع الديفايسيز. فانا اختار انا احب دائما سطح مكتب فارغ. تمام. بعض الاشياء ايكون سايز. تستطيع تحديل. فبعض الاشياء استكشفوها. اه. استكمل. اضافة لغة لما مفتيحة. اوش هاش توقف. اوكي. اه. هنا السكرين سيرفر. كليك. استطيع اختيار الوقت. استطيع اختيار مجموعة من السكرين سيرفر. هنا. هنا. وبعضهم. تمام او لغة. لو اخترت هنا. تستطيع اعمل ديسيبل. تستطيع اختيار بلانك. يعني دخولها لنوع من السكرين سيرفر. اه. اضافة لغة اللوحة مفتيح. سهل جدا. هنا. من الكيبورد. تمام. اه. ابليكيشن شورتكوت. هذي بعض الاختصارات. لا عليك من الان. خلينا في layout. layout يعني هي اضافة لغة. تمام. كل توزيع عليها خيالاتها. بس اغلب التوزيع لنا اصبحت شبه شبيه. اه. هي في العادة تكون هكذا. او ما ادخل لها. اه. اه. فالغي هذه الصحيحة. وضغط add. فتظهر لي اللغات كلها جميع. اضافت فرنسي الى اخر. انا اضافت Arabic. اضافت هنا. اعملت موافق. فظهرت لي تحت. اه. 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 اضافت layout option. في البداية لا يكون هناك option يكون من هذا الشكل. استطيع تغيير بالalt والenter. لاحظ. اضافت shift. لا يوجد هنا. اصبحت Arabic. اضافت هنا. اضافت هنا. بس اختار الاختصار. تقول لما تعودين على الto shift. اختيار اختصارات اخرى. فاختار الto shift. طبعا في واجهات اخرى مختلفة. بس نفس الفكرين. change layout option. او switch layout option. جدا في option keyboard. حاليا لو ضغط. الان اصبح فيه تغيير. اه. في البداية بعض الواجهات تكون هنا. سأضافت البروبرتس. تكون هنا flag. image يعني هذا الشكل يعني دولة. او ما انتهاك هذا عربك. فالاعلام تزعجني صراح. في بعض الاعلام ايضا علام اخرى عربية. في بعض توزيعات. فبروبرتس اغيره للتكست. تماما? دائما راة تقلق تستطيع البروبرتس. هذا بيسبة لي الضافة للغم فاتيح. التقاط صورة للشاشة سهرة جدا. الآن هذا البرنامج هنا على الابونتو اكس اف سي اي الوينكس منت عم فون متطور نوع ما يقول لك سا اختار الصورة بعد اثنين ساكنت سألتقص صورة ماذا تريد هل تريد شاشة كاملة هل تريد اكتف ويندو او سيليكت ريجون انتار اني شاشة كاملة اكتف مندو الشاشة الحالية متلا سيفت حالي حاسف اكتف ويندو اوكي ستضر الصورة ظهرت لي اي حاسف فقط هذي مع معنى اكتف مندو هل تريد كوبي تخزنها تفتحها بمحرر الصور الى اخره تمام اه هنا سيليكت ريجون يعني جزء من الشاشة مثلا اريد هذه المنطقة فقط فاحضرها بس تمام هذا منسبة البرنامج متطور جدا على جميع البرنامج في بعض الواجهات اخرى انا بتضغط تصور مباشرة تستطيع تعديل في وقتها بخير تصور اخرى جزء من الشاشة نفس الشبه الخيارات اللي اختارناها وتعطي صوت كاميرا تمام هذا بالنسبة اهم الاشياء في الواجهة اه نشوف لو فيه في السيتنك اشياء اضافية قبل الانتهاء من هذا الدرس اه اعتقد دعم انتهاء سنقوم بالفيديو القادم عن البرامج اه رحاول شرح وينه باختصار انه يدخل في سطر الاعمر اه 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 انه اذا كان سنعطي لانه خلنا في سيتنك ابيلنس هنا شكل التيمبلت طبعا تستخدم سهل جدا دسكتوب على دسكتوب لانه باقراون نفسها من هنا دكستوب سيتنك اوكي الشياء يعني هذا بال给نا ثرف منهتم لام اه فام مانجر ما اه اعلان انتهاء hablando الشمع انه ميضور اسطح ليغوية اختصار منشرف مثلا شود اسكتوب انا اعمل على عالتو دي. تمام. ام. ام. اونجز مانجر تويكس. اتخذ الشيء خاصة بالمظهر. وارك سبيسيس تمام. وارك سبيسيس هالي وارك سبيس حاليا اعتقدنا في وارك سبيس واحدة او الان اربعة تمام. اوكي. اقضي فورك سبيس بعد قليل. ونشوف فورك سبيس ماذا تعني. احد خصائص لينكس هنا الديسيبلاي كيبورد ماس باور مانجمت لقدر الطاقة. طبعا عندنا وصول. طبعا لا بتبقى اكتر شيء. يعني ما معنى لو شح موصول ماذا تفعل. لو شح مش موصول ماذا تفعل. ماذا تتعامل مع مالتي ميديا ماذا افعال. نفس في الويندوز يعني الكاميرا مثلا. اوكي. فرنترز. امبت ديفايس هنا. اتماتيك ليران لبوغرامي لما يشتغلو هكذا. اوكي. دمام. هنا صورة وصول هي اشياء زي كيبورد على الشاشة. تمام. يوز تيكي كيز. سلو كيز. سلو كيز. سلو كيز ازتحضن مثلا لما اكتب انا بسرعة. تمام. مثلا كتبت حرف باسين. باوريد كتاب السين. انا اكتب بسرعة مثلا. سلو كيز لن تكتب السين على المباشرة يعني تكتب بحية الحرف اللي كتبته مع بقاج الازلام الثانية. طبعا هنا تتحكم بالسرعة. اه الماس. اه في بعض الواجهات اخرى يكون لها لديها يعني كيبورد على الشاشة وامور زي هذه. درايف مانجر. لانجوج يعني سبورت الخاص بالعربي. تمام. انا ضايف. امود موتد. اوكي. لغين. الاخير يعتقد هنا تحينا. اه. السفتوير مانجر. كليك. تكتب باسورد. استيقظة البرامج قاديرة جدا جدا. هنا في تشيرز او الباكيجز. اشياء خاصة في انتروننت الفيديو وغرافيك. برامج جديدة. مثلا. اه برنامج. لا انا. مثلا بلندر. اوكي. انتر سأجدونا ارمام بلندر. لابل كليك. تماما. اخبرني كم مساحة. اه. نبدع برنامج. شوية شوية اتظر. فقط نستول يتبط بنفسه. يزي بلاي ستور او ابل ستور الى اخره. اه. سفتوير سورز لو اريد التحكم. طبعا هذا الشيء متقدم. التحكم من اين احضر الباكيجز. تماما. سيفر امريكي. هنا اعتقد بريطانيا. اه. بي بي از. ريبوزة اخر. لو لدي. ديسكا. استوانا. تمام. اعتقد اغطي الواجهة بشكل كامل لك. اه. تبقى شيئين. ممكن. تمام. انه وفد ايكون. طيب. هذا فعال المانجر هنا. تمام. هنا فعال المانجر. هنا الانوان. المسارى اللي اوقف عليه. لو درست. هنا لو اريد ذهب للهوم. هنا الاب. رجوع خطوة الخلف. اه. اب. هنا خلف وما كنت. في فرق. يعني بمعنى انا هنا بالهوم. لو الخلف. رجعت لشيء سابق. مع ان المسارين مختلفين. كل واحد على شبه بارتشف. بس اب. هي خلف. المسارى اللي اوقف عليه هو ذاته. تمام. اوكي. اه. اه. تمام. هذا الخلف. امام. هنا في فايل. اشياء سهلة. يعني نيو تاب. الى اخير. مثلا لو اردت فتح تسجيلات. رايت كليك. نيو تاب او نيو ويندو. نيو تاب. فالتاب اصبح هنا. تسجيلات. هنا. اه. نكس. دورين. هنا بعض الملفات الفيفرد. استطيع سحب. مثلا هنا. احضار هنا. تمام. استطيع رايت كليك. كت. كوبي. موف تو تراش. ديليت. رينام. او من ازار روت. مثلا لو اردت بصلاحة اعلى. كريات ارشيف. سنتي له. هذه بالاسم النوافذ. اصلا على تصغير. هنا تصغير الى اسفل. اه. هنا. تصحب هذا الشكل. تكبير من الجوانب. من هنا. من قطر. او من جنب هذا. عرضي او. بالطول. اشياء جديدة. سهلة. اخر شيء هي طرق عرض والترتيب. اه. الريلج اتم هنا. تمام. صورت باي نيم باي سايز. تبحث. طريقة الترتيب. وهنا. الاسسنينج او تصاعد التنازلي. استطيع عمل. تكبير تصير هذا الشكل. اه. تستطيع عمل فيو. تمام. تستطيع عمل تري هنا. اذا اظهرت كتري. هذا الشكل. كشجرة. اه. خليها. شارت كاتس افضل. تمام. تستطيع عمل زون. ان و اوت. هنا او كنترول. زي ما انا ذكرتها. تستطيع عمل زي تديلت. هذا الشكل. يعني فيه طرق العرض. كومباكت. هذا شكل او. رجع الايكون. تمام. هنجب ان نوافذ طرق العرض. اه. البحث. اوكي. مفضلة كلمتها لها. البحث سهل جدا. كنترول اف. تمام. اه. وفي فقط زياد كنترول اف. اه. اه نعم هنا. كنترول اف. اه. مثلا. بيت. ايكس. اهن البحث مباشرة. انا اريد اعمل سيرش. تمام. فيفروض انه فايل. اوكي. سيرش. دعم يضع سيرش. اكتب مثلا. نجمة. بي بي تي اكس. انتر يبدأ البحث تمام استطيع عمل اكزاكت ماتش فول تكست النفسه بالضبط تمام استطيع بحث الفات الفارغة فول تكست سيرش هين نفس المطابق يعني انتظر لماذا ببت اكس هكذا الشكل عفوا اخطأ اه ظهرت نجمة خلينا اكتبها هنا هذي بعض اسيري البحث نجمة يعني anything.bdx قصد كتابة احمد نجمة.pdf يعني اي شيء بادي باحمد ومنتهي بpdf وهكذا نجمة احمد نجمة يعني بها احمد اه نجمة احمد هكذا يعني في يعني نجمة احب استخدامها بشكل كبير تمام لو عملت اكزاكت فول تكست شيرش لن يظهر شيء اعتقد او ظهر لأ لان عملت يعني نفس مطابق لتكلم بالضبط كلمات يعني لسا محتوى منها فلو ازلتها لن يظهر هذا بنسبة في السيرش من فايل او راي تكليك في سيرش هذي اكس اي سي جميل جدا ها شابتني مستقرة سريعة ادالة ملفات نسخ النقل حد فياني سهل جدا خصائص سهل جدا راي تكليك فول بهتس هذي خصائص ما في السلطاش الميجا تمام اه نوع جي زائب ارشيف يفتح بالهذا برنامج افتراضي اي اه بريميشين بعض البرميشين اللي سيحطان الان اوكي استعمل الايكون الايكونا هنا اختيار برنامج الافتراضي لو اذر بلكياشن من هنا ابركياشن اخر امتعمل ست ديفولت بحيط لما اعمل double click هذي خصائص اي نسخ سهل جدا يلي كوبي وهنا باست او مفروض ان اا او او كي اما امام create a Symbolic Link تمام هذا هو ساعة اوك اوه 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 نقل نفسها اوه اوه اخر لو نقل من مكانه cut paste تمام انتقل من هنا ودعم الى هناك في السطح المكتب هذا بالنسبة لي اخر شيء اختبئ المحاضرة او في اطباع تمام اللي هو ضغط الملفات فكه سهلا جدا right click create create archive create archive يختار ابتدادات كثيرة 7z ar bz2 tar xz gz زعب tar ايجرار الان اوك ممكن تضيف الرار فيما بعد تنزل برنامج الرار اين تريد لوكاشة هل هو نفس المكان او مكان اخر اوه خليني تمام كنت اريد تسكتوب لسه الظهر امام الان لا بس اوه افترض ان في باسفورد تقريبا هي زعب تستعمل باسفورد tar gz gz في بعض تدعم 7z تستعمل سبلت مثلا كل 500 ميجا الى اخير يفصلها فبعض الامور اضافة هذا لكم خليني عن gz create تمام افرش ها تكون right click extract here او 2 تمام اوكي ماذا اريد اضافة create symbolic link مثلا right click create symbolic link هذا اختصار تكون هنا symbolic link تمام انا اضافة انا اسف لم يظهر اوكي طيب نقوم بعمل طريقة اخرى مع ان ترونها دي create symbolic طيب في العادة لا اقوم بعمل في الواجهة بس يعني right click هنا استطيع عمل create ur link تمام واختار url لا اوكي create symbolic اضافة اضافة الان بالواجهة هذه بعض الامور يعني اضافة الان بالواجهة اضافة الان بالواجهة right click هنا read paste shortcut يعني اضافة هذا في مشكلة طيب لا بأس استكمل اخر شيء في ضغط ملفات فكينا ملفات اخذ انا وافد اخذنا اتخاذ صورة الشاشة اضافة لغات فاتح اضافة الان بالاستخدام اضافة مكتب اخذنا سطحة المكتب اضافة الان بالشخصة اعرفنا الواجهة بشكل عام مواصفات رقبنا النظام وغيرنا ساعة الصوت وضع الشاشة طبق هذا على الواجهات الأخرى كانت المقدمة الواجهة غير دقيقة جداً نعتدر عن أي تخصير فيها بسبب الانتقال بين الواجهة وواجهة في اختلاف بعض الشيء أو عدم التعاود آخر شيء سأعلمكم شيء جميل هنا في البانل في XFCE أستعمل Right Click هنا 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 Penel Preference يعني البانل الكامل خصائصها لو Properties المكان الذي توقف عليه بمعنى عندما أتيت إلى هنا Right Click وعملت Properties أظهر لي Keyboard Layout هي خصائص خاصة بها لما عملت هنا Right Click Properties خاصة بالوقت وهكذا ف Right Click هنا Penel Preference هنا Penel 1 في Penel 1 فقط بعض الخصائص استطيع تكبير عملها Look أو لا تكبير رموز إلى آخر هل تريد hidden مثلا هكذا الشكل hidden لا لا تريد توسيع يعني تستطيع أعمل هذا الأمور استعمل Move تحريكها تمام تحريك شيء هنا أعمل Lever Appearance تمام Items هنا تعديل Items هنا menu استطيع حضارها مثلا حضرتها هنا أصبحتنا من menu حضارها يمين يسار تكبير هنا تعديل مثلا ترتيب الرموز هادي هذا الشكل تمام فهذا ترتيب حسنا حسنا تكبير هنا تمام حسنا لا عفوا لا Reference طيب كان هناك مشكلة XFCE عندما الآن أحضر بدف هنا جميل عندما أفتح Find Manager يأتي في الأخير أنا أحبه دائما في الأول لأنني أحضرت في الأول كان هناك مشكلة كانت أو ما دخلت هي مش مشكلة يعني كانت باية ديفول أنه أنا الويندوز هادي هي آيتم خاصة بها ويندوز بطم أستطيع تعديل عليها من أي من هنا اليمين هنا Edit current item وكليك هنا Edit فأستطيع هنا Edit هي خاصة بها نفسها فويندوز بطم عملت تخطينا Sort order None Allow drag and drop أنا عدلت هي كانت Time stamp Close فيعدل حسب آخر شيء فتحته يعني هذا كان مفتوح أو قبل بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا بالترتيب أنا لأولي هذا الشيء عملت Preferences Items تعديل على XFC بشكل خاص أكثر ذهبت إلى ويندوز بطم عدلت عليها عملت None Close أستطيع الآن drag and drop معنا أن أحضر هذه في الأول لا بأس تمام تستطيع إضافة Items Plus هنا وتضيف أشياء كثيرة Clock مثلا CPU المراقبة CPU Application Menu تستطيع إضافة Application Menu Dictionary Data and Time إلى آخره تمام فأستطيع بحث هذا الأمر الجميل الأخير أختم فيه الفيديو أستطيع إضافة panel جديدة إضافة أصبح عندي ثلاثة وقف على رقم ثلاثة Remove Close أحضرت هذا الأمر هنا تمام Right Click Preferences تمام المود 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 طبعا لو تريد الزيادة المود الطول الخاص بها تمام الروح المود تمام أستطيع إضافة Items نفسها بالضبط مثلا هنا Add Close Click هنا هذه مينو جديدة مختلفة عن مينو المود أستطيع إزالة panel اللي في الأسفل وإضافة panel في الأعلى فممكن في شخص يفضل هذا الشكل إضافة مثلا إضافة Items جديدة اللي هي Windows Bottom صح؟ Click Launch PowerMatch Screenshot شويت سكتب مثلا Add أضيفة هنا وإنه إضافة أعد أعلى هنا أغفت فتريد أن أضافة مثلا That O'K Clock ساعة إلى آخر أوك طبعا تستعيل تعديل بترسيق من هذا الشكل وطبعا تحتفظ وطبعا تحتفظ من الناس حتى تحتفظ تحتفظ أيضا فترة وإضافة من الوقت ومطر أن تحتفظ اضافة مريحة بوطة هذه المرحة أتمنى شراحة مفيد على هذا الاتحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته